لتطويق الأثار السلبية للأضراب المفتوح أولاً منح ترخيص ظرفي للمتحاصلين على رخص تاكسي جماعي للعمال على كافة الخطوط بتونس الكبرى دون التقايد بالمسالك المباينة بالرخص المذكورة وهذا فتبعت الحالزة كيف ينسحب على كل الولايات اللي الشركات الجهوية فيها دخلت فيها ضراب تسخير الحافلات التابعة لمختلف الهياكل العمومية لتأمين تنقلات الطلبة وتلميذ إثر الاستظهار باشتراك النقل المدرسية والجامعية التعاقد مع شركات خاصة لهم وكالات الأسفار لتأمين عدد من الخطوط البعيدة نسبياً على غيرار ويد الليل والمورناجية ومورناج وقلات لندس وسيدي ثابت والمحمدية مع تطبيق التعريفات التي تتعامل بها شركات النقل العمومية إحالة فورية للملفات المتعلقة بالأعوان الرافضين لمقتضاية التسخير على النيابة العمومية التي يجب أن تتولى استنتاقهم فوراً وأصدار البطاقات الضرورية في شأنهم تبقى لأحكام الفصل 390 من مجالة الشغل تفعيل أحكام الفصل 380 من مجالة الشغل والتي تنص على أن كل من يحرث على مواصلة إضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة التتراوح بين 3 و 8 أشهر وبخطية مالية من جهة أكد نتقرس